مفاجآت في كاس مصر واقتراب اليورو واحتفالات مستمرة بدوري أبطال أوروبا كل حداث دي مش هتخلينا ننسى أن منتخبنا قدام مباراة مصير ترجمة نانسي قنقر منتخبنا بيوصل الاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو والمعنويات عالية جدا الكل داعم وبيقازر متش صعب هيحدد حاجات كتير لكن واصقين في جهازنا الفني بقيادة العميد حسام حسن ولعبتنا اللي هتشرفنا وهتخلينا نقول فراعنا في كاس العالم إن شاء الله موسيقى 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 يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة يوم الخميس الجاي مباراة مهمة لمنتخبنا الوطني أمام منتخب بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم دا الخبر اللي حضراتكم كلكم عارفينه المباراة في استاد القاهرة دا الخبر اللي حضراتكم كلكم عارفينه بالنسبة لنا بقى اللي لسه مش عارفه دلوقتي في هذه اللحظة احنا هنملى المدرجات ولا لا احنا هنروح كلنا نشجع منتخب مصر ولا لا احنا الاستاد دا هيتملي زي ما كان مليان في مباراة النهاء الأفريقي للأهلي والنهاء الأفريقي للزمالك ولا لا احنا هي هنا اقول لنا الكلماتين اللي جاي اقولهم دول مش نصيحة واقول للناس لا لازم تروح للمدرجات وتمنوا المدرجات وشايف انا اتحاد الكرة بيعمل كل شوية فيديو كده دعاين الناس تروح تشجع منتخب مصر مش المفتوض اصلا ان احنا ننصح الناس تشجع منتخب مصر بس نفكرهم ان المنتخب مصر ده او انت بتفرح بفرقيتك اهلي وزمالك بس الفرحة مع منتخب مصر مع كامل الاحترام للجميع يعني كل الاندية هي فرحة خاصة جدا وفرحة مهمة جدا 2006 و2008 و2010 ومتشط تصفات كهس العالم وتفاصيل كتير او التاريخية على استاد القاهرة ده عشناها وفرحات او فرحة او اكتر من فرحة عظيمة عشناها مع منتخب مصر في الملعب ده روح لمصلحتك انت مش لمصلحت منتخب مصر لمصلحتك انت هتقول ليه مصلحت انا ازاي هقولك هتروح ربنا اكرمنا هتطلع بموت كويس هتبقى مبسوط تفرح معانا ان منتخب مصر وصل كاس العالم لما منتخب مصر بيلعب في كاس العالم احنا كلنا بنلتف ونبقى مبسوطين ومدنا حلوة تفاصيل كتير اوشي روح استمتع بالمباراة روح شجع منتخب مصر روح شجع نجوم منتخب مصر روح شجع صلاح والشناوي وعبد المنع عمو وزيزو ومصطفى فاتحي وشجع كل اللعيبة بقى كل اللعيبة اللي في منتخب مصر وترزيجي ومروان عطية اي لعبة انت بتحبوا روح شجعوا ولابس شرط منتخب مصر روح يا جماعة استمتعوا بالمباراة واعرف انها هتثبط لك مودك منتخب مصر لما بيبقى كويس لما بيبقى ناجح لما بيبقى ماشي كويس في بطولات وتصفيات احنا كلنا مودنا بيبقى حلو المودل عام بيبقى حلو وانت عليك دور دور كبير جدا ايه وقت تستعهون بيه يعني مثلا مثلا يعني هاشرحلك ببساطة يعني شوفي ناس تقولك ايه يا عم خلاص انا مش رحل استاد ما فيه ناس تانيها هتروح هي عاملة بالزبط زي ايه اللعب اللي في الملعب ممكن يقول ايه والله انا مش لازم اقدي بقى كويس ما فيه عشرة كمان غيري هيلعبه لا لو واحد ما قداش كويس المطش كلها هيبوز بالفرقة كلها هيبقى عندها مشكلة اهو نفس الكوس انت انت لازم يبقى ليك دور ودور انت فاهمه ودور انت عارفه ودور مؤثر ان شاء الله مع منتخب مصر مستهونش بدورك انت مسؤول زي ما اللاعب ده مسؤول في ارض الملعب زي الموديل الفني ما هو مسؤول على الدكة انت كمان مسؤول في المدريات ان شاء الله تقودنا كمشجع لكاس العالم انا مش بقول والله كلام لذيذ وكلام شعرات وكلام وانشاء وكلام ده لا على مدار التاريخ على مدار التاريخ البطلات اللي كسبناها على استدكار التصفيات المباريبت على التصفيات اي حاجة مشينا فيها بشكل كويس كمنتخب مصر السبب الاول والرئيسي هو الجمهور الاول والرئيسي بعد كده اسباب تانية بقى لعبة مكتهدة وكويسة مدير فني محترم كده يعني بس الاصل كان في الجمهور فلو سمحت لو بتفكر بالطريقة اللي هي بتاعت ايه لو انا مروحتش غيري هيروح مش لازم اروح انا تبقى غلطان بالظبط انا اديتك المسل لعيب في الملعب وسط ال 11 قالك ايه انا مش لازم اقدي اوي ما فيه 10 هيقده هتبوز الداني فلو سمحت لو ما اشتريتش تذكرتك روح اشتريها دلوقتي على طول وشجع من قلبك وانتخبنا الوطني ان شاء الله دي الحكاية الاولى الحكاية التانية شوف انا عمال اقول للناس روح والاستاذ وعاكده اقول لهم حاجات من حاجات اللذيذة اللي بتحصل عندنا في الكرة في مصر يعني لذيذة دي من منطق الاسقاط يعني والسخرية مش لذيذة بجد يعني نهار دا كان فيه حكاية حكم نادر امر الدولة كان عنده مباراة بين حرص الحدود وسبورتينج في دورة في دورة الترقي المؤهلة للدولة الممتازة تمام الراجل حكم نادر امر الدولة راح بالفعل للملعب ملعب حرص الحدود اللي هتقام عليه المباراة وكانت المفاجأة الراجل داخل تي شيرت شورت السفارة في بقي ومزبط حالي وداخل الحكم لقيت حكم تاني موجود فيلم كوميدي راجل دخل ملعب لقى كابتن أمين عمر بيسخن وبيستعد انت بتعمل لقى كابتن أمين اعنازل الحكم ومانا جاي اعمل ايه ايه ده هون تجيت طب خلاص حكم انت الماتش طب سانا اتكلم بالناس في لجنة الحكام نشوف هوا مين فينا اللي هيحكم الماتش ده اللي حصل ده السيناريو اللي حصل على فكرة انا مش بتاريق اصلا هم قالولي لا ده قالولي انا كمان في كده في كده ايه يا جماعة ده حنفة 2024 وبعدين كوميدي الاكتر اللي نزل او يعني تقال من لجنة الحكام واتحاد الكورة يعني ان الحكم نادر امر الدولة ما تمش ابلاغه بإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج رسميا وكان واحد او بص او حاكم ده في الموضوع قالك كان واحد من ثلاث حكام مرشحين لإدارة المباراة يا صلاة الزين ده نهاية كاس العالم انت مرشح ثلاث حكام ده لو فرض طبعا الكلام ده بجد وده طبعا مش كلام بجد انت مرشح ثلاث حكام عشان ماتش محترم طبعا بالحرس الحدود بس مرشح له ثلاث حكام ليه ادي واحد تانية قالك ايه بقى قالك لا هو اللي بيقوم بإبلاغ الحكام بإدارة المباراة شوف الكلمة الحلوة اللي جاية دي بقى شوف الكلمة الحلوة اللي جاية دي قوي حلوة قوي قالك اللي بيقوم بإبلاغ الحكام بإدارة المباراة هو السيستم المخروم ده انا ياسف هو ده سيستم يعني لو ده سيستيم يبقى حاجة السيستيم هو اللي بيبلغ يا سلام يا سلام شكل السيستيم ويع عارف عاملة زي ايه زي كده اللي هو ايه احنا بنعمل الحاجة كوميدية ومن بندقى ان الفيلم التتر النهاية هينزل فنروح نعلي اكتر كوميدية اكبر يعني الموقف نفسه كوميدي حاكم راي حاكم مباراة لقى حاكم تاني بيسخر وهو اللي هيحكم فييجي الرد بعد كده ان اصله كان واحد من تلات مرشحين لمباراة حرص الحدود كان فيه تلات مرشحين تلات حكام مرشحين للمباراة وقال لك ايه اللي بيبلغ الحكام هو السيستيم يا سلام مش فاهم انا ايه السيستيم دي بس تمام ووضح ان ما فيه السيستيم اصلا طيب الحكاية ايه بقى اصل الحكاية او انا قلت لك اللي حصل وقلت لك رد لجنة الحكام الحكاية انه الكابتن نادر امر الدولة اتبلغ فعليا بادارة هذه المباراة تسيبوا مهمني الكلام بس محبش انا اللي هو ايه لما تيجي تصلع غلط تروح ايه لحاجات غلط انت كانت سأل جادة بتقول ايه احنا والله اختارنا الكابتن نادر امر الدولة وبعد كده قلنا لأ ممكن ما يبقى الشهو المؤهل لهذه المباراة فاخترنا حاكم تاني بس احنا قاسفين نسينا نبلغه فده اللي عمل اللغة خلصت اهي بخطأ كبير برضو بس خلصت يعني ما مقلبتش كوميديا يعني لكن اللي بيحصل ده كوميديا بصراحة انا واحد من اكتر المساندين للاجنة الحكام والحكام في مصر اظن يعني ان انا من القلائل مش بقول انا يعني انا آسف بس دايما بشوفهم مظلومين يعني دايما بشوفهم انه الناس بتيجي عليهم قوي بس اللي حصل ده عيب ومهين للقرى المصرية بشكل عام ما تستصغروش يا جماعة الحاجات الصغيرة دي ما تستصغرهاش عشان هي حاجة كبيرة هي حاجة صغيرة كعبس بيحصل في الموضوع بس لما بيحصل بتبقى حاجة كبيرة الراجل ما تمش تعيينه لهذه المباراة او تم تغييره في هذه المباراة اكيد اكيد نادي ده ولا نادي ده ولا حد قال هتلاقي الراجل ده كان عنده موقف قديم وعنده قرار قديم وكان الناس معترض عليه فالناس قالوا لأ وقالوا 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 يعني خلصونا القصة دي فهب غير الحاكم مالهاش حل تاني مالهاش حل تاني وانا لو انا راجل مسؤول في اتحاد الكرة ومسؤول في اعلام ليها صيغة ممكن تخرج بيها زي ما قلت لك كده من شوية والله احنا عينناه وبعد كده قلقناه قلنا نجيب حاكم دولة عشان الموضوع ده مهم جدا فكنا غلطانين في تعيينه في الاول بس للأسف احنا نسينا نبلغه ان هو تم رفعه من هذه المباراة فكان سهلا لكن بعد كده راضي يقول لك اسلو السيستم واصلو كان موحد من ثلاث مرشحين كله كلام يعني ماينفعش دي حكاية الواحد بيشوف العجب وبعدين تحس ان احنا ايه بنحب نخترع حاجات جديدة بنخترع حاجات جديدة يعني الحكاية دي بسا جديدة علينا من كام يوم حاجة مش عارف قصته فيه لعيب بقى ثوابق في حد رفع عليه قضية وهيدخله الحبس من كام يوم مش عارف اصل الحاكم ده ما خدش الصفار مع اي حاجة بقى تريد ايه بنخترع حاجات ما متشوفناش قبل كده عشان يبقى اكتر يعني كرياتيفتي بتاعتنا او الابتكار بتاعنا بيزيد عندنا شويتين في نهاية الموسم كده بنتدور على حكاية من هذا النوع يعني وتيجي بعد كده يقول لك ايه هلك ما الاعلام هو اللي ما بيسانتش وهو اللي ما بيعملش وهو اللي بيجي علينا يا جماعة والله عايزين نيجي هنا انا وغيري ونقول يا سلام على جنة الحكام والتطوير والعظمة والجمال والحكم وازاي واللبس والعربية اللي بتاخده وتوصله والمستحقات النوع النوع بيجي كلام حلو وإشادات هيبقى لز والله بالنسبة لنا وبالنسبة لكم بس ما هو انت برضو اللي بتخترع حاجات تخليك في موضع دايما اتهام ونقض يعني دي حكاية نروح للنادي الاهلي وخبر مهم ايضا بحسب معلوماتنا في رقم 10 في تفكير داخل ادارة النادي الاهلي وشركة الكرة بشأن التعاقد مع يوسف ايمن مدافع الدحيل كنت تكلمت عنه مبارح يوسف ايمن مدافع مصري قطري بيلعب فيه الدحيل القطري الاهلي بيفكر ان يتعاقد معايا لمدة موسم واحد فقط على سبيل الاعارة ده طبعا بعد ما خلص محمد عبد المنعم اصبح قريب جدا من الرحيل عن النادي الاهلي طيب هما ليه عايزين يجيبوه سنة على سبيل الاعارة بالمناسبة هو جيل محمد عبد المنعم يعني اللاعب ده من جيل محمد عبد المنعم هو عايز عايز النادي الاهلي يجربوا الاول يشوفوا هلا هو فعلا مدافع يعني الفيديوهات مبدئيا كويسة بس اللاعب مش عايز يشتريه لما يتأكد مية في المية انه مفيد للفريق فغالبا هيتم استعارته مع بند للشراء ده مش معناه انه هو ده هيبقى الصفقة الوحيدة في تفاعل النادي الاهلي عشان مرسي كلها طلب مدافع آخر يعني طلب اتنين مدافعين في حال رحيل محمد عبد المنعم دي حكاية امير توفيق القائم بعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الاهلي هيعمل جلسة خلال الايام القليلة القادمة مع نجم الفريق عمر السولية عشان يتفي معاه على كافة الامور الخاصة بتجديد التعاقد والتجديد التعاقد هيكون لمدة موسمين موسمين ده عشان كمان كولر مقتنع جدا بالتجديد للعمر السولية وعقد السولية زي ما حالكم عارفين بينتهي بنهاية الموسم الحالي وهيتم رفع نسبة المشاركة في التعاقد الجديد او التجديد التعاقد يعني ايه يعني هو هياخد السنتين اتفقوا على جنيه اتفقوا على مليون هياخد السنتين المقابل بتاعه طيب النوط دي دايما عند الناس بيبقى فيها لغبط معظم اللاعبين بيبقى موجود في العقد بند نسبة المشاركات يعني انت مثلا هتاخد عشرة مليون جنيه في الموسم طيب لو ما شاركتش غير في المباراتين في الموسم مش هتاخد العشرة كلها هتاخد نسبة معينة طيب لو شاركت في كل المبارات في الموسم هتاخدهم كلها ده في معظم العود في النادي الاهلي طيب عامل السولية واللعبة دايما اللي بتجدد اخر تعاقد لها مع الفريق غالبا الاهلي بيعمل الحركة دي معاهم بيلنواب بيرفع لهم نسبة المشاركة متبقاش موجودة في التعاقد يعني هياخد عقده بالكامل سواء لعب او ملعبش دي حكاية الاهلي مستني عودة مارسل كلها عشان يتكلم معاه في حكاية كده ظريفة جدا النادي الاهلي عنده دعوة للمشاركة في المؤهرجان اعتزال النجم خالد مسعد نجم فريق اهل جدة السعودي مباراة بين الاهلي المصر والاهلي السعودي وكابتن محمود خطيب مستني كلها عشان ياخد رأيه في هذه المباراة والمشاركة فيها كابتن محمود خطيب هيبلغ مارسل كلها اهمية المباراة بالنسبة للنادي الاهلي والعلاقة بين الناديين الاهلي المصر والاهلي السعودي وغالبا الرحلة هتكون تقريبا يعني 48 ساعة فقط وبطائرة خاصة وبعد كده الاهلي يكمل الموسم بتاعه بشكل طبيعي بس كابتن محمود خطيب ابلغ المسؤولين في النادي السعودي ان القرار هيكون ليه مارسل كلها بعد عودته من الاجازة كلام محترم دي حكاية نروح لنادي الزمالك ومسؤول نادي الزمالك عملوا جلسة خاصة مع حمزة المسلوسي تحديدا بعد تتويج بالكونفيدرالي الافريقية عشان يجدد عقده اللي بينتهي بنهاية الموسم اللي جاي اللي جاي الاتفاق ان المسلوسي هيجدد مع نادي الزمالك عقده لمدة موسمين وتوقيع العقد بشكل رسمي هيكون بعد فترة التوقف وتجديد عقد المسلوسي ده جيه بناء على رغبة قوية جدا من جوزي جوميز حمزة المسلوسي هو واحد من اهم 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 من لعيب نادي الزمالك هذا الموسم وهو من اهم اللعيبة وقلت ساعتها وقت النهائي الافريقي النهائي الكونفيدرالية قلت انه هو صاحب البطولة الاول من بين لعيب نادي الزمالك حمزة المسلوسي عمل كونفيدرالية رائعة جدا من البداية حتى النهائي نرجع تاني لمباراة منتخبنا الوطني ومنتخب بوركينا فاسو في ناس كتيرة ما تعرفش ان محمد كوفي نجم نادي الزمالك الاسبق وايضا نجم نادي المصري البرسعيدي الاسبق هو المدير الحالي مدير منتخب بوركينا فاسو الحالي محمد كوفي معايا الان عبر زوم مشرفني ومنورني سعيد جدا انك موجود معايا على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 اهلا بيك اهلا بيك يا كريم انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهاردة على قناة مصرية انت واحد من اللعيبة المحبوبة جدا في مصر واكيد انت عارف ده كويس جدا والنهاردة لما قلنا انك هتكون موجود معنا عدد كبير من الجماهير كانت متشوقة جدا انها تشوفك مرة اخرى وتسمعك مرة اخرى سيبت شعبية كبيرة في مصر الحقيقة الحقيقة الزمالك والبرسعيدي المصري انا عمري ما انساهم انا اصلا والدي يعتبر مصري انا بسمي نفسي ابن مصر لان انا بحب مصري كويس جدا ومصر هي تعتبر تالت بلد ليا وانا برتاح فيها وبرتاح للجمهور بتاعها ودايما لما بكون في مصر عمري ما بحس بالغربة يعني فانا بحبهم جدا وبحب كل جماهيري في مصر هل انت دائم على زيارة مصر من الحين والاخر ولا بقى لك كتير ما كنتش زرت مصر قبل هزي المواجهة الكبيرة بين مصر وبوركينا لا الحقيقة انا مجدش مصر بقى لي فترة كبيرة اه وانا جاي مصر بعد بكرة دي هتبقى اول مرة ان شاء الله مواجهة كبيرة هتجمع منتخب بوركينا فاس ومنتخب المصري كيف تنزل لهذه المواجهة الحقيقة حتبقى صعبة جدا لان انا الاول الملعب والجمهور انا طبعا انا حضرت الجمهور ده وانا بلعب وانا بلعب في فرقة مصرية وطبعا مصر دي ايه اكبر يعتبر اكبر دولة في افريكيا فطبعا عندها احسن لعبين في العالم مش بس في افريكيا فطبعا كلنا عارفين كلنا عارفين ان هما قد ايه صعبين وبرضو مش معنى ان هما غيروا المدرب في مشكلة فطبعا فيه لعيبة زي تريزي جاي وده يمكن لعيب المفضل بالنسبة لي احنا هنيجي نلعب كورة وطبعا الكورة هي مكسب وخصارة واحنا دايما مركزين في الملعب ولكن طبعا احنا مش هننكر ان مصر فريق كبير ولكن ان شاء الله المصر يعني المطش هيبقى كويس وهنقدم بوراكويسة جدا ضد مصر كابتن حسام حسن هو الموديل الفني الحالي لمنتخم مصر عملت معه من قبل كابتن حسام طبعا انا مبسوط جدا ان حسام حسن دلوقتي بيدرب مصر فريق المصري طبعا هو يستحق ده بقى له فترة كبيرة وهو مش مجرد مدرب ده هو ايكونة كبيرة جدا برا الملعب هو انسان طيب جدا وهو كان مدربي في يوم الايام فالنهاردة لما انا اكون ابلعب كمان في الترسانة ولعب كمان ضده ولعب وكان وكان المدرب بتاعي في الزمالك وفي سموحة وفي المصري النهاردة لما انا اكون جاي كمدرب معايا فريق والعب ضد المدرب بتاعي ده حاجة تساعدني جدا وده شرف لي طبعا لما كنت بتتضرب مع كابتن حسام حسن كنت شايف ايه اكتر ما يميزه كمدرب حسام حسن هو محارب هو محارب وهو عمره ما بيفكر في الخسارة قبل اي ماتش هو دايما كان بيحسسنا قد ايه ان احنا داخلين معركة احنا مش داخلين ماتش فالموضوع كان صعب وحسام حسن بطريقته ان هو يبقى محارب كده فانا يعني بالنسبة لي انا ببقى خايف من الحتة دي لان انا كنت لعيب معايا وكنت لعيب في الفريق بتاعه وقد ايه الروح بتاعته اللي بيديها للفريق قبل الملعب وقبل ما ينزله الملعب لا حسام حسن هو مش بس مجرد مدرب هو لا هو محارب وهو الناس شايفاه ان هو بيبقى دايما متنرفز ولكن ولكن هو النرفاستو دي بتبقى حبا للعيب وبيبقى دايما عايز يكسب ودايما عايز يحقق حاجة معينة وبعد الماتش لما بيخرج من الملعب حسام حسن ده بيبقى بيبقى حاجة كده كأنك بتتعامل مع شخصية طيبة جدا يعني لما بيرجع تاني الملعب بيبقى حارب وبيبقى مش فارق مع اي حاجة غير ان هو اصلا يكسب وهو انا شايف ان هو احسن مدرب جي على الفريق المصري الوقت الحالي هل لك اصدقاء في لعبي منتخم مصري في الوقت الحالي او تعرف ايا منهم في الوقت الحالي طبعا انا عارف كلهم اعرفهم كلهم طبعا انا يمكن اعرف الفريق كله وطبعا في بعض منهم احنا ملعبنا سوا ولكن انا عارفهم كويس جدا وفي بعض منهم لعبنا ضد بعض وفي لعبة منهم زي احمد فتوح لعبنا مع بعض في الزمالك هو كان اصغر مني ولكن احنا لعبنا مع بعض محمد حمدي لعبنا مع بعض في البيرامتس والمصري انا وفتوح كنا دايما كنا دايما بنلعب سوا مع بعض في الزمالك ودايما كنا بنفاهمين بعض وعبد المنعم طبعا وعبد المنعم كان برضو زميلي محمد فتحي مصطفى محمد ولعب معي في الزمالك مصطفى محمد فطبعا انا اعرفهم يمكن كلهم وانا باحترمهم جدا وانا اعرفهم كلهم طبعا هل المنتخب البركيني الان مكتمل الشفوف قبل مواجهة منتخب مصر اما في غيابات بارزة الحقيقة للفريق بتاعي انا مش حابب اتكلم دلوقتي خالص عن فريقي غير في الملعب وطبعا هم مرتبين واحنا عرفنا لعبنا قبل كده ضد مصر كتير جدا سنة تمانية وتسعين ولعبنا نهائيات معاهم فطبعا هو طبعا كلهم مستعدين وفي السمي فاينال احنا برضو خسرنا ضد مصر في ضربات الجزاء فطبعا انا شايف اننا ان مفروض دلوقتي ناخد حقنا احنا جايين ناخد حقنا انا في ريفينج هيحصل من ناحية انا مضطر اقول لك ان شاء الله ما يحصلش يعني طيب عايز عليك عايز عليك طبعا عايز عليك كمان عن محمد كونتين اللعب البوركيني في عنباء انه الاهل المصري يفاوضوا في الوقت الحالي المهاجم البوركيني رأيك ايه في هذا اللعب طبعا ده هيبقى مكسب كبير جدا هيبقى مكسب جدا ده لاعب قوي جدا لما يخش فريق كبير زي القوت بين الاهل والزمالك هيقدي بشكل كويس جدا فهو دلوقتي بيلعب في روسيا وانا معرفش هو هيكمل ولا لأ ولا هيرجع للاهل او يخش زي مالك انا مش حاضر اتكلم في الحيطة دي فاحنا الوقت بنتكلم ان احنا هنفوكس اكتر هنركز في اللعب مع مصر واستراليون عظيم انتو هتوصلوا مصر ان شاء الله بعد بكرة ان شاء الله هنوصل بعد بكرة اه هرجع مصر ام الدنيا بعد بكرة قبل ما تمشي من مصر كنت سمعتك في كذا اللقاء بتتكلم بالمصري بشكل رائع جدا ما زلت احافظ بعض الكلمات ولا نسيت انا بحاول انا بحاول انت مين قالك الكلام ده انا بحاول انا بس مجرد بحاول انا مش وحش في العربي طبعا انا بحب اللغة المصرية فانا بحب اتكلمها ايوة زي ايه يعني مين كان بيعلمك وانت موجود في مصر من زميلك محدش كان بيعلمني لان انا ما بعرفش اقرأ عربي ولعبت في قطر قبل مصر يعني بحاول انا اجمع الكلمة من هنا ومن هنا بالشبه يعني وستاشر سنة في مصر من ستاشر يوم فطبعا انت فاهم يعني ستاشر سنة في مصر ان انا لازم اتعلم وبحاول ان انا دلوقتي اقرأ عربي وانا كمان مسلم الحمد لله فطبعا لازم ان انا اتعلم اكتر لاني ديتني خلاص انا دي بقت يعني بلدي التالت ايه اكتر لحظة تفتكرها لك في مصر كانت لحظة سعيدة بالنسبة لك او وقت سعيد بالنسبة لك او افضل موسم لك في مصر بشكل عام اول حاجة الجمهور الجمهور لو سألت اي حد على محمد كوفي كل الناس فكراني بالخير كل المصريين خدوني كاني ابنهم حبوني اتعاملوا معايا كاني واحد منهم وانا بحبهم جدا وهو ده اللي مخليني حابب المكان وحابب البلد وانا لما مشيت من مصر روحت فرنسا عشان خاطر اشوف شغلي ومازلت لغاية دلوقتي انا برا لكن انا مصر في قلبي ومش هنساها ومش هنسى الشعب المصري ولا هنسا وطبعا انا زمالكاوي وبحب الزمالك جدا وانا بحب مصريين كلهم حتى لو الاهلي لعب ضد اي فريق مصري او غير مصري زي التراجي يعني انا من كتر ما انا كنت حسن انا مصري لما الاهلي كان بيلعب التراجي كنت بشجع الاهلي من قلبي وكنت متعصف والناس عملا تقولي انت مصري انت مصري والناس فكراني مصري وانا انا بشجع بقول بعض الكلمات بالعربي ولما بروح في اي مكان حتى لو رحت اي بلد عربية بتكلم دايما عن مصر وانا مش هنسى وانا مش هنسى مش هنسى مصر ولا هنسى جمهوري في مصر انا بحبهم زي ما بيحبوني وبحبهم اكتر ما هما بيحبوني لما هتقابل الكابتر حسام حسن يوم المباراة يوم مباراة منتخب مصر ومنتخب بوركي نفسه هتقوله ايه بالعربي الف مبروك عليك يا عميد انا مبسود جدا والله انت مستجد دلوقتي منتخب مصري ان شاء الله توفيلك ان شاء الله بإذن الله محمد كوفي نجم منتخب بوركي نفسه السابق ونادي الزمالك والمصري البورسعيدي المدير الحالي لمنتخب بوركي نفسه انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الحلوة الحيطة اللي في الاخر دي جوبنا لزيزة جميل محمد كوفي عاش فترة طويلة جدا في مصر وكان لقوا تجربة عظيمة جدا مع النادي الزمالك ومع النادي المصر واحمل العيبة رائعة جدا في وسط الملعب وفي خط الدفاع كان مهم جدا نكمل الافارقة الجايدين جدا اللي عدوا على الدوري المصري نروح نكمل والنهاردة فيه كأس مصر كانت كبرى المفاجآت في دول 32 فريق ابو اير للأسمدة يقصي فريق الاتحاد اسكندري من كأس مصر بعد الفوز عليه بالضربات الترجيح اربعة تلاتة بعد انتهى الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي دون اهداف الاتحاد مشكلة واتصور ان ليها توابع اتمنى ميبقاش ليها توابع تبقى حكاية وخلصة بس اظن ان هيبقى ليها توابع كبيرة جدا واكيد غضب كبير من جماهير الاتحاد اسكندري خروج مبكر جدا من كأس مصر مبكر جدا من كأس مصر والامور الاصر كانت فيها توطر بالنسبة للدول وفاكين لما كانت انطيع العشر استقال بعد كده تراجع عن الاستقالة الامور يعني شكلها هيبقى فيها توطر اكبر الفترة اللي جاي وان كنت اتمنى انه المحترم الاستاذ محمد مسلحي والرائع كابتن طالع العشري نعرفوا يلموا الامور دي بسرعة عشان الاتحاد انا شايف ان هو مش ماشي بشكل سيء هذا الموسم بس بشكل عادي يعني لا الاتحاد عمل طفرة عظيمة ولا الاتحاد عنده مشكلة كبيرة بس هوه في حتة عادية النهاردة بقى في الحتة بتاعت اللي فيها مشكلة بعد الخروج من الكاس بشكل مبكر ان شاء الله الامور تتعدل سريعا دي حكاية دي حكاية مسيرة جدا 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 والسبب فيها مين محمد عبد المنع السبب فيها مين النادي الاهلي علي معلول بيرفع محمد عبد المنع براسه في الجول الاهلي يهزم الوداد السنة اللي فاتت يفوز بدورة ابطال افريقيا وبعد مسيرة رائعة جدا للوداد في السنوات الاخيرة في البطولة الافريقية ولعنة هدف محمد عبد المنع على نادي الوداد لعنة الدنيا طبعت الدنيا متلغبطة جدا في الوداد والمفاجأة الكبرى المفاجأة الكبرى قبل ما اقولك كل التفاصيل اللي حصلت بعد الجول ده الوداد خارج بطولات افريقيا الموسم اللي جاي سواء دول الابطال او الكونفيدرالية الوداد مش موجود تعال اقولك الوداد اللي بيحصل فيه من بعد الرأسية الرائعة جدا لمحمد عبد المنع في ملعب محمد الخامس اولا كان فيه تغييرات كتير على مستوى الادارة الفنية تعاقب المدربون على الفريق المغربي بعد رحيل سوفيان بندنبروك بعد اخسار الدول الابطال امام النادي الالي وتم تعيين عاد الرمزي خلفا له ثم رحل عاد الرمزي اللي يتولى فوز البنزارة المهمة خلفا له ثم رحل وتم التعاقب مع عزيز بن عسكر مدربا للفريق لغبطة كبيرة جدا في موسم واحد والسوا محمد عبد المنع على المستوى الافريقي فريق الوداد ودع دور الابطال في نسختها الاخيرة من دول المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف اسك واسمبا على المستوى المحلي وفي الدوري هذا الموسم تلقى الفريق عشر هزائم ليحتل المركز السابع برصيد واحد وسبعين نقطة كما ودع الفريق كأس العرش المغربي من دول الاثنين وثلاثين بالخسارة من شباب السوالم الرياضي بهدف دون رد ليفقد الوداد بشكل رسمي فرصة المشاركة في اي بطولة قرية الموسم المقبل بالمناسبة عفوا واحد واربعين نقطة يعني هو دلوقتي في المركز السابع واحد واربعين نقطة على المستوى الاداري كان هناك رحيل لمجلس سعيد الناصري يتم انتخاب عبد المجيد رئيسا للنادي في 29 مارس 2024 وفي عهده خسر الفريق تم المباريات بالدوري المغربي سكوت مدوي سكوت مدوي للوداد للوداد غريبة بصراحة الوداد عامل مسيرة رائعة جدا وكان منافس رئيسي للأهل في كل البطولات الأفريقية الماضية تراجع غريب جدا الوداد كان من أقطة الأندية في أفريقيا وفي الوطن العربي استقرارا تغييرات إدارية تغييرات على مستوى الجهزة الفنية كذا مرة استغناء عن نجوم الفريق سكوت مدوي للوداد غريبة جدا على فجأة أنا من الناس اللي بتحب فريق الوداد جدا بحب الوداد وبحب جماهير وبحب استقرار وبحب الايه وتطلع من الوداد فدأ لها تاريخ عظيم جدا فمش شمتان أنا زعران جدا اللي بقى جاية أقولهم دول ده زعل جدا على حال الوداد حلو المنافس نشوف الوداد بينافس الأهل وينافس الزمالك وينافس الأندية المصرية في البطاطلة الأفريقية الوداد دايما من الفرق لتحب تتفرج عليها إن شاء الله لسه الأمور بتبقى في أفضل حال لو فيها شوية استقرار وفيها شوية عقل وإن كان سعيد النصري واحد من الأسماء المهمة جدا على مستوى الإدارة في القرى الأفريقية غيابه فجأة واختفاءه فجأة عن المشهد اختفاء غريب جدا طبعا ده شأن داخلي بالنسبة للوداد طعا نروح ليه لقاء مهم جدا تعرفينكم بقى أمريكا هتتلاعب إن شاء الله في شهر يونيو اللي احنا فيه دوت يوم عشرين يونيو بإذن الله البداية بطولة مهمة أيضا هتبقى موجودة مع بطولة اليورو في نفس التوقيت التعريبة معايا عبر زوم الآن واحد من الأسماء الكبيرة تاريخيا أنطونيو كارلوس زاغو نجم فريق اس روما الإيطالي ومنتخب البرازيل السابق ومدرب منتخب بوليفيا الحالي يا فنم شرفني ومنورني سعيد جدا بتواجدك معايا على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة وإن أنا أكون على قناة مصرية دي حاجة تبسطني وأنا دايما بحب أتكلم مع المصريين وإحنا أسعد بكل تأكيد وسؤالي الأول لك بكل تأكيد ماذا عن المنافسة في بطولة كوبا أمريكا القادمة ومنتخبات رائعة في هذه البطولة ماذا عن منتخبك؟ إحنا حقيقة بنحضر نفسينا على قد ما نقدر طبعا هي تحدي كبير أول بوليفيا ولكن إحنا بنحاول على قد ما نقدر نحضر نفسينا ونقدم شغل محترم يعني عايز أسألك على دلوقتي في الوقت الحالي كان في عدد كبير من المحترفين اللي هجم من البرازيل إلى الدولة المصري معظمهم ما بينجحش وآخرهم كان واحد من اللعبين المهمين جدا زي برونوس هافيو جيمن بوليفار الفريق اللي انت كنت بتدربه والفريق أو اللاعب اللي كان بيلعب معاك ولم ينجح في مصر ومع النادي الآلي تحديدا لماذا لم ينجح في مصر ومع النادي الآلي؟ الحقيقة انا مش عارف ايه اللي حصل معاك برونو برونو كان لعبي مفضل عنده كتير من الكورة وسنه كويس جدا وكان عنده فرصة كويسة جدا انه هو يلعب انه هو يلعب في فريق مصري محترم زي الاهلي ولكن خلينا نتفق ان الكورة مكسب وخصارة وهي حالات يعني النهاردة ممكن اللاعب يبقى في حالته نفسيا ان في الموسم ده حالته نفسية كويسة فيقدم كويس او حالته النفسية سيئة فما يعرفش يقدم شغل كويس في الفريق ناس كتير من اللي بتفرج علينا دلوقتي ما تعرفش ان انت زاملت نجمنا المصري اسطور قوات القدم المصري احمد حسن قبل كده فريق بشكتاش هل ما زلت على تواصل معاك هلت تتذكروا ماذا كانت علاقتكم موقت ما كنت تتلعبوا مع بعض طبعا 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 احمد حسن لعبنا مع بعض قبل ما يلعب قبل ما يلعب في دي بارك سبورت وهو لعيب قبل ما يكون لعيب هو قائد عظيم وبيقدر على قد ما يقدر ان هو يخلي اللي حواليه مرتاحين نفسيا في الملعب احنا هنا في مصر نحبه جدا ونعتبر واحد من اعظم يعني ان لم يكن من اعظم الخمس لعيبة في تاريخ مصر هو كمان اكيد يعني يبدلك نفس الشعور بس كنت بتجريز زي في الملعب احنا عارفين ان هو بيبقى عنده طاقة عظيمة في الملعب في وسط الملعب وفي الهجوم وفي الدفاع وفي كل شيء مع بعض مع بعض هو هو لعيب كبير طبعا وهو سريع جدا وتفكيره تفكيره تحس ان هو بيفكر في كذا تفكير في نفس الوقت من الصعب ان ان الخصم ان هو يقدر ان يقدر يفهم هما هيعمل ايه طبعا مع حجمه هو بيعرف يجري كويس جدا وبيعرف يراوخ لان حجمه صغير وطبعا انا بحبه جدا واتمنى ان انت عن طريقك دلوقتي قدر اقوله ان انت وحشني وحضن كبير يا احمد احسن هيوصل له بعد الحلقة مباشرة ان لم يكن شاهدة هو الان على فكرة يقدم برنامج كبير جدا كمقدم برامج ففي نفس التوئيد اللي بكلمك فيه دوت هو على الهواء مباشرة انا فعلا انا فعلا سمعت سمعت موضوع انه هو غير غير الكارير ودلوقتي بقى موزيع وزي ما انا قلتلك في البداية انه هو صعب ان انت تشوف احمد حسن بيفكر في ايه يعني طيب عايز ارجع تاني ليه كوب امريكا وشايف مين المنتخبات اللي هتكون منتخبات صعبة ليكو في هذه البطولة شايف مين المنتخبات المرشحة لهذه البطولة واكثر جاهزة الحقيقة مفضلة اكتر لكوبا امريكا يعني انا بحس ان البرازيل دي كوبا امريكا بتحبها فبتكسب ارجنتين نفس الكلام الجيل الحالي ان المنتخب البرازيلي شايفه جيل مكتمل شايفه جيل رائع يقدر يحقق مع المنتخب البرازيلي العديد من البطولات من وجهة نظري البرازيل البلد كبيرة وهي معروفة بالكورة في العالم كله فطبعا هي عندها لعيبة كويسة جدا جونيور زي جونيور حد محترم جدا في اللعب وهي بلد ولادة في الكورة زي ما بيتقال لفظيا ان هي كل يوم بتنتج لعيبة شكل مش بس في البرازيل لا ده هي كمان مدرسة بتحاول ان هي توزع للعالم كله البرازيل كان دائما لديها افضل اللاعبين حول العالم يعني رونالدو الظاهرة رونالدينيو ريفالدو روماريو واسماء كبيرة تاريخية كانت الافضل في العالم الان يعود مرة اخرى اللاعبين البرازيلين في الواجهة بعد سيطرة كاملة من ليونيل ماسي وكريسيان رونالدو هل في رأيك الان فينيسيوس جونيور هو افضل اللاعب في العالم لا طبعا انا مش اقول ان فينيسيوس هو جونيور احسن لاعب في العالم طبعا بس احنا عندنا ناس كتير انا مش عايز انسى اسميهم عشان ما عادش يزعل ولكن ما نقدرش ان احنا نحدد العيب يبقى احسن لاعب في العالم زي كريسيانو يعني هو كريسيانو برضو النهاردة ممكن يبقى في يوم الايام فماطش تقول عليه ده احسن لاعب في العالم وماطش تاني ممكن تيجي تقول ان هو اسوأ لاعب في العالم فانا مش عايز انسى حد ومش عايز اقول على حد ان هو احسن حد دلوقتي اسألك على عيبنا المصري محمد صلاح رأيك ايه في المسيرة اللي اقدمها في كرة القدم محمد صلاح ده لعيب مهاري ولعيب كبير جدا وبيضيف كتير لاي فريق بيدخل فيه وطبعا ده مكسب كتير زي احمد حسن انا بحس ان هو نفس الستايل بتاع احمد حسن في حاجات كتير من الصعب ان انت برضه تشوفه في الملعب وتعرف هو بيفكر في ايه هل النهاردة اللي يبدأ داخل هيلعب باني طريقة وهو مكسب لأي فريق زي ما انا بقولك واتمنى ان انا في يوم الايام اضربه يعني انطونيو كارلوس زاغو نجم فريق ايس روما الايطالي السابق وايضا المنتخب البرازيلي السابق انا بشكولك شكرا جزيلا وايضا المدير الفني الحالي منتخب بوليفيا بشكولك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم طيب تعالى نروح لفاصل بعدها هنرجع لمدخلة او لقاء مهم جدا اخر عبر زوم خلوه مفاجأة بعد الفوز يعلم بحضراتكم مرة اخرى هيشرفني وينورني دلوقتي واحد من اهم رؤساء الاندية في اوروبا واحد من اهم رؤساء الاندية في اسبانيا واحد من الاسماء الكبيرة في ادارات الاندية حول العالم معايا عبر زوم الان انريكي سيريزيو رئيس نادي اتليتكو مدريد الاسباني يا فندم مشرف وبنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 صباح الخير وشكرا على هذه الاستضافة عايز اقولك انه السنوات العشر او الخمستاشر الاخيرة اتليتكم مدريد حظى بشعبية كبيرة داخل مصر وداخل القرى الافريقية بفضل اعمالكم بفضل شغلكم مع النادي لما اعلننا وقلنا ان حضرك هتكون موجود معنا كثير من الناس تحدثت بكل سناء وشغف على هذا الحوار نعم اتليتكم مدريد هو نادي تم نشأته من 100 او 120 عاما وهو احد اكبر الاندية في اسبانيا وهو من ضمن افضل 8 او 10 اندية في اوروبا هذا العام هو نادي يمثل جزء كبير من اسبانيا وفي السنوات الاخيرة استطاع ان يحقق العديد من الانجازات المهمة واستطاع ان يضع لنفسه مكانة كبيرة بين احد افضل اندية اوروبا رأيك وتقييم حضرتك لموسم اتليتكم مدريد هذا الموسم رسول مرة اخرى مرة 12 على التوالي لدولة ابطال اوروبا ولكن انهاء الموسم في المركز الرابع هل هذا المركز كان متوقعا هل هذه النتيجة هي اللي انتم كنتوا حابين توصلوا لها ولا كانت النتائج غير المتوقعة نحن ندخل اي موسم بهدف ان نفوز بكل شيء الليجة وكأس الملك ودوري الابطال ولكن يجب ان نضع في الوضع في الاعتبار اننا ليس بمفردنا نحن نقدم عمل كبير عملنا دور كبير في دوري الابطال وكنا ضمن افضل ثمانيات اندية في اوروبا وكان لنا موسم كبير في كأس الملك ولكننا خرجنا امام اتليتك بالباو احد اكبر اندية اسبانيا وفي الليجة انهينا الموسم في المركز الرابع ليس الموسم الافضل لنا في الليجة ولكننا تأهلنا لدوري الابطال الامور بشكل عام طيبة يمكن ان نقول ان الموسم كان طبيعيا ولكنه لا يرتقي الى تموحات اثليت كوماندري تتحدث كسير من الاندية الاوروبية الكبيرة واللعبين والاجهزة الفنية عن ضغط المباريات الكبيرة على كل الفرق هذا الموسم او من مواسم مضية هل تحدثت عن حلول لهذا الامر خاصة انه كسير من اللعبين يتعرضون للارهاق والاسابات بسبب قصرة المباريات اعتقد ان هناك الكثير من المباريات انت على حق انت تشارك في العديد من البطولات المهمة الكبيرة وزات التنافسية العالية اعتقد ان الامر ليس له مخرج او حل لانك اثليتكو مدريد ايضا ينضم الى من بين لعبي ينضم العديد للمنتخبات الوطنية ولكن هذا هي كرة القدم وهذه هي البطولات التي نشارك فيها وهذا هو الامر اعتقدكم مدريد مش من الاندية اللي بتنفك اموالا طائلة على اللاعبين كل موسم على عكس كثير من الاندية الاوروبية الكبيرة الاخرى ورغم كده بتقدروا تحقوه كثير من الانجازات هل يستطيع اعتقدكم مدريد مجارات هذا التضفق الكبير في الاموال مع كثير من الاندية الاوروبية حول العالم اعتقد اننا ليس اننا نشتري اللاعبين لمجرد الحاجة لشرائهم ولكننا نبحث عن احتياجاتنا ونبحث ايضا عن الاحتياجات الفنية لمدربنا الميزانية جيدة للغاية ثمانين مليون يورو هذا العام انفقناها ولكننا ننظر ايضا الى الاحتياجات الاقتصادية والاحتياجات الفنية لن نشتري لعبين لمجرد الشراء ولعبين يكلفون الكثير من الاموال وفي النهاية الامور تكون غير جيدة بالنسبة للجماهير وفي حكم الجماهير ديجو سيميوني شريك نجاح كبير مع عتلتكم مدريد في السنوات الاخيرة تم تجديد التعاقد الموسم الماضي هل الامور مستقرة ما بين الطرفين الادارة وديجو سيميوني وديجو سيميوني مستمر مع عتلتكم مدريد في الموسم الجديد ديجو بابلو سيميوني هو مدرب كبير ونحن سعداء للغاية وفخورون للغاية بما يقدمه ومنذ انضمامه مجيء للنادي هو يقدم عمل كبير سواء للكرة الاسبانية او للكرة الاوروبية هو مدرب رائع واتمنى ان يستمر معنا لسنوات عديدة تحدثت من قبل ان جواو فالكس برشلونا يرغب في التعاقد معه هل جواو فالكس سيعود لأتلتكم مدريد ام سيستمر مع برشلونا في الموسم الجديد جواو فالكس هو لاعب رائع اعتقد انه من احد افضل اللاعبين في اوروبا حاليا وبمجرد انتهاء فتراته واعاراته مع برشلونا لا اعلم ماذا سيحدث من المبكر الحديث عن هذا الامر ولكن انا سننقش الامر بالتأكيد مع بداية المركات الشهور الماضية شهادت كثير من اصارة الجدل حول البطولة المستحدثة السوبالليج هل سيتم التفاوض حول هذه البطولة مرة اخرى ام هي صفحة واغلقت للابد اعتقد ان كرة القدم تتطور بشكل مستمر ولا يمكننا ان نغلق الباب امام اي نظام مستحدث ولكن في الوقت الحالي هذا هو ما الموجود لم يتم تطر المناقشة الامر لا يمكننا ان نحكم حتى على البطولة قبل ان تظهر للنور ولكن ليس هناك اي جديد بشأنها لعبين كسر من اتلتكو مدريد سيتواجدون في بطولة كعس الامر الاوروبية القادمة الفترة فترة ما قبل الموسم لن يقضيها لعبي اتلتكو مدريد بشكل عام في راحة هل هل سيؤثر على الفريق في الموسم الجديد تحدثتوا مع اللعبين تحدثتوا مع الجهاز الفني خاصة ان اللعبين مهمين ابرزهم طبعا انتوان جريزمان هيبا موجود في اليورو القادم نحن هذا امر طبيعي وكل فريق لديه نظام الاجازات الخاص به هناك لعبون سيذهبون الى المنتخبات وهناك لعبون اخرون سيذهبون مباشرة الى الاجازات الفريق سنبحث بالتأكيد عن حال ولكن ما يمكن ان انصح اللعبين هو ان يستمتعوا باجازاتهم في الوقت الحالي في القريب العاجل او في وقت سابق قريب كان الدول الاسباني في صدارة الدوريات الاوروبية بأداء كبير جدا بابرز النجوم بابرز المداربين تراجع بعض الشيء الدول الاسباني امام الدوري الانجليزي في رأيك كيف يعود الدول الاسباني مرة اخرى في صدارة الدوريات الاوروبية اعتقد ان الدور الانجليزي انت على حقه هو اقوى دوري في العالم ولكن اعتقد ان هناك الكثير من المخالفات الخاصة باللعب المالي النظيف في الدوري الانجليزي ولا يتم الالتزام بها نحن في اسبانيا نطبق اللعب المالي النظيف بشكل كبير والاندية الاسبانية لا يمكنها ان تصرف الكثير من الاموال دون اذن رابطة الليجة نريد ان نشتري اللاعبين الكبار ولكن في بعض الاحيان لا يمكنك ان تكون بهذا الامر بالنظر للمغالات المادية والظروف الاقتصادية ومطالب الاندية التي نرغب في التعاقد مع لعبيها وهذا هو الامر في الوقت الحالي في مصر هنا كان هناك بعض التقارير الصحفية تنشر خلال مواسم المضاياة حول محاولة اتلتكو مدريد في التعاقد مع محمد صلاح هل فكر اتلتكو مدريد في اي من الاوقات التعاقد مع محمد صلاح محمد صلاح هو لاعب كبير ونحن بدون أي شك لم نحاول التعاقد مع كل مدرب لديه نظام التعاقدات الخاص بي ولكن في الوقت الحالي لم تحدث أي مفاوضات هناك الكثير من المفاوضات تحدث مع اللاعبين ومع وكلاء اللاعبين في هذه الفترة ولكن لم تحدث أي مفاوضات عيس لك على حظوظ المنتخب الأسباني في بطولة اليورو القادمة هل تتوقع أن المنتخب الأسباني يقدم شيء كبير ويصل في النهاية لكأس البطولة؟ نعم أعتقد أن أسبانيا ستقدم بطولة كبيرة نمتلك منتخب كبير ونحن فريق شاب للغاية ولدينا مدرب جيد للغاية يعرف اللاعبين جيدا وهناك ثقة كبيرة في إمكاناته وأعتقد أننا سنقدم مستوى كبير وسيكون لنا ندور كبير في بطولة أوروبا بطولة كأس العالم للأندية العام القادم بنظامها الجديد في 2025 رأيك إيه في نظام البطولة لاستحدثتها الفيفا مؤخرا أعتقد أنه نظام جيد وطريقة جيدة لتنظيم بطولة كبيرة مثل هذه للأندية ونحن سعداء للغاية بالمشاركة فيها لأننا سنشارك في البطولة ولأنك ستتحدث عن أفضل الأندية التي ستشارك في هذه البطولة بالمناسبة ألفارو مراتو مراتا هل في كلام حول يوفينتوس؟ ألفارو مراتا مراتا لاعب الفريق المهاجم الرائع جدا مراتا لاعب في أتلتكو مدريد وأعتقد أنه سيكون لاعب في أتلتكو مدريد لسنوات عديدة نيكي سوريزو الرئيس الحالي لنادي أتلتكو مدريد أنا بشكر حيك شكرا جزيلا على هذا اللقاء على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة تشرفنا جدا بتواجد حضرتك لقاء من اللقاءات المهمة جدا أول رئيس لنادي من الأندية الكبرى في أوروبا على التلفزيون المصري سعيد جدا بهذا اللقاء وكالعادة التمايز ليزمننا الموهوب جدا أحمد شهاب اللي تعب وقتها في هذا اللقاء احنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فريق زاد من الفرق الحلوة أو السنادي في الدولة فرقة من أول موسم لها في الدولة الممتاز عاملين شغل رائع جدا مكانة رائع جدا في جدول ترتيب الدولة الممتاز فرقة متكونة صحة جهاز فني محترم إدارة كويسة كل الأمور مشى بشكل رائع جدا والأهم أنهم عندهم مجموعة من اللاعبين الرائعين جدا في كل المراكز يعني الأساسي واللعاد الدكة وتحس أن الفرقة حقيقة ما فيهاش لعب أساسي ولاعب احتياط الفرقة كلها حلوة بصراحة معهم مدرب قدير جدا الكابتن مجد عبدالعاطي فتحس أنه أي لعب ينزل أرض الملعب هو لعب أساسي فيه الفريق اتنين من النجوم هذا الفريق الرائع جدا فريق زاد معايا في هذه الفقرة كابتن عمر حسام وكابتن أحمد صغيري كابتن عمر منور الدنيا سعيد جدا بتواجدك معايا ربنا خليك كابتن كريم مبسوط جدا أنا مع حضرتك النهار حبيبنا كابتن أحمد منور الدنيا حبيبك كابتن كريم والله مبسوط جدا أنا معكم أنا والله العظيم اللي مبسوط جدا وفرحان كمان أن أنا معايا اتنين من أهم لعب فريق زاد عمر أنت بالنسبة لك زاد السنة دي أو الموسم ده دي طفرة متوقعة ولا ما كانتش متوقعة والله كابتن يعني الحمد لله يعني في بداية السنة طرجة النادي اللي احنا هنبقى في حية بعيدة اللي احنا هننافس اللي احنا هنبقى مش هنخرج برا المربع الزهبي بصراحة كابتن ماجد على طول الموضوع ده بيذكرنا به على طول بيتكلم معانا على طول اللي احنا لو يعني أبعت حاجة ممكن عايزين نوصل لها واللي احنا نوصل للمربع الزهبي صحيح على طول بيتكلم معانا في الحية دي صحيح وأنا طبعا من خلالك أنا بوجه له التحية هو الجهاز طبعا اللي معاه بصراحة على طول في ظهرنا ومجلس الإدارة على طوله في ظهرنا وطبعا كابتن وليد على طول مساند لينا بيحاولوا يوفروا كل حاجة اللي احنا نوصل لأبعد حتة يعني المربع الزهبي ده اللي احنا نفسنا اللي احنا نبقى موجودين فيه إن شاء الله الساندك إن شاء الله إن شاء الله كابتن أحمد مجموعة كبيرة ومميزة من اللعبين فريق زاد كلهم لعبة مميزة وانت واحد منهم فكرة التواجل في التشكيل العسية موجودة على الدكة الأمور دي كلها بتتعاملوا مع بعض إزاي فيها في الفريق طبعا في وجود الكابتن مجد عبدالعاطي والكابتن ولي السلاحي دي والله بسم الله الرحمن الرحيم أنا دخلت على الفرقة طبعا في يناير أنا كنت في نادي فاركو طبعا وانتقلت في انتقلات يناير دي وقت متقلق جدا في فاركو واحدة من الصفقات المهمة جدا الحمد لله يعني دي حاجة فرعت معي جدا إن إدارة زد إنهم هتواصلوا معي وأنا ده كان شرف ليا طبعا أنا ألعب في نادي زد نادي منظومة كبيرة ونادي كبير وأول ما دخلت ما حسيتش إن أنا يعني جديد عليهم لأ لكن أسرة أسرة كاملة كده واللعابة كلها لعابة محترمة جاهز الفن طبعا والإدارة كلهم صدرت دايما في ظهرنا وبيتكلموا معنا دايما إن إحنا نفنش في المربع إحنا فرقة كويسة إن شاء الله ربنا يكرمنا نكمل زي ما إحنا كده إن شاء الله نفنش في المربع إحنا إنت المنافسة تحديدا معي لطف هي منافسة كبيرة أطبعا أتنين مميزين جدا المنافسة دي تتعامل معاها إزاي وإزاي كمان الجهاز الفني بيعرف يهيئكو يعني سواء أنت كنت موجود أو عي لطف اللي موجود بيهيئكو نتبقى موجود عليك بصراحة يعني الجهاز لي دور كبير جدا معنا في الحتة دي طبعا علي جاي مناد الأهلي طبعا جون كبير وأنا الحمد لله لعبت وعندي خبرات برضو الحمد لله بتساعدني إلا أنا أقدر ينافس علي والإلا أنا أبقى موجود معاه في الصورة دايما يعني أيا كان هو بيلعب طبعا بيلعب على فترات أكبر أنا بشارك برضو الفترة اللي فاتت على فترات بس أهم حاجة بالنسبالي اللي أنا أول مشارك اللي أنا على طول لازم رأي بقى كويس دي بتساعدني جدا اللي أنا طبعا لازم فيه منافسة مع علي وبرضو بش عايز أنسى برضو مع أنا مزيكة برضو طبعا بقى مساعد الفرقة وجون محترم إحنا التلاتة بصراحة أي حد فينا هيلعب أهم حاجة الفرقة تروح لحتة بعيدة ونساعد الفرقة اللي إحنا نبقى في أناهلي اللي فات كان فيه كلام إن عاية لطف موم كان يرجع لأهلي آه عايزه يرجع لأهلي؟ آه طبعا طبعا أحب الإجابة الحلوة دي آه طبعا آه عشان يفتطي لأهلي فرصة تبقى كاملة ليه يعني آه خلي بلك في الحتة دي كابتن مجدي يعني بصراحة ما جم سألوه وعلي يرجع لأهلي ما كانش عنده أي اعتراض اللي هو يرجع لأهلي هو عارف اللي هو عنده اتنين حراس تانيين يقدروا يكملوا يشيلوا الفرقة بمعنى صح يعني فيه سؤال عايزة أسأله لك وقصوا علمه نفسي هو معنى هو عجبني الصراحة بتاعتك دي عشان أعرف أسأله يعني دايما مركز حراسة المرمى ده في ظلم كده كده في ظلم يعني اللي بيلعب هيبقى واقد العد اللي قاعد مظلوم لو تبدلت الكراسي هيبقى للعكس آه فطول الوقت فيه واحد مظلوم أو اتنين كمان مظلومين انت نفسيا بتتعامل مع الأمور دي ازاي وظلم غزبا عن اللي بيعمله يعني هو كابتن مجدي مش عايز يزلمه بس كده كان فيه واحد هيبقى كويس واقد عندك هو دي حقيقة يعني هو اللي بيلعب يعني فين وفين هم يبقى فيه تغيير في حراس المرمى صحيح بس أنا دي بالنسبالي بعوضها بحاجة واحدة بس يعني هو اللي ربنا كاتبه لك هو ده اللي انت هتشوفه يعني صح بتعوضه بالتمرين بتعوضه بالتركيز الكامل في التمرين أو في الوقت اللي انت هتنزل فيه تلعب لازمة انت بقى مركز وده بصراحة يعني اللي موصلني ليه أو اللي انا كلما بلعب ببقى كويس طبعا كابتن مجدي بيبقى صبرتي لنا في الموضوع ده وطبعا معنا كابتن عصام محمود بصراحة يعني التلاتة اللي احنا التلاتة بنتمرن بناخد نفس الجرعة اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش فدي بصراحة يعني يعني من خلالك بشكره اللي هو مساعدنا اللي احنا اي حد بيلعب في الوقت ده في الوقت يوم المباراة بيبقى جاهز فالحمد لله يعني على الحديد طيب كابتن مجدي عبدالعاطي عنده ميزة عظيمة جدا انا عارف كابتن مجدي كويس انه راجل عادل يعني الراجل اللي بيتمرن كويس هو اللي عيشارك ما عندوش ده العيب بحبه العيب ما بحبوش هو اللي بقى جاهز بيشارك تعامل في هزي الامور ازاي لما بتقعد على الدكة بتشارك اساسي كابتن مجدي كلامه معك دايما عامل ازاي والله انا الحمد لله انا ما عادتش دكة ربنا كرمني اول ما جيت لعبت هو لف على الفرقة كلها الا انت تقريبا صح عندك حق فرقة كلها لفت عليها التغيرات ربنا كرمني اول ما جيت لعبت فهو كابتن بيتعامل كويس مع كل الناس وما فيش حبه كرة في الكرة يعني انا شايف ان فيه انت تستحق تلعب هتلعب اللي ما بيلعبش ده بيتمرن كويس لحد ما دوره ييجي الصح ان هو لما دوره ييجي يبقى كويس لان انت الفرصة دي مش بتاجي كتير لما تجيلك يمسك فيها فكل الناس بتشتغل وكل اللاعبها بتشتغل لحد ما لعب بيجي دوره ولما يجي دوره يعني لو ربنا موفقه ربنا بيكرم ان شاء الله اسعلك سعيل بقى وانت بتشارك اساسي طول الوقت مع فريق زاده قبلها كمان مع فريق فاركو طول الوقت اناك عن منتخب اكيد يعني طول الوقت ببصص للمنتخب المركز بتاعك مليان في منتخب مصر مليان لعبين انا عارف وانت طول الوقت اكيد نفسك توصل للمنتخب سواء في تمرين او في ماتشاط انت لازم تحارب تحارب في الماتشاط تحارب في تمرين لحد ما توصل لان خلاص الفترة دي بتاعتك ربنا هيكرمك هتروح منتخب مصر والحاجات دي نصيب يعني انت بتفضل تشتغل لحد ما ربنا بيبقى شايل لك نصيبك في الوقت المناسب هو ده اللي بتروح فيه منتخب مصر الدور ان انت تتحارب بقى مع كل الناس اللي موجودة بس يعني انا براعب في كذا المركز يعني ان شاء الله انا عارف اي حاجة امت كنت حاس ان انت في البيك بتاع مستواك اعلى مستوى ليك وقلت ايه والله انا ممكن المعاصكر جاي حد يندهلي امت حسيت انت بنفسك يعني قلت انا في افضل حالة دلوقتي والله هو فيه فترات كتير بس يعني غالبا الفترة الاخيرة دي مركز جامع جدا وان انا ممكن اروح في اي وقت يعني دي ما بتطلعش من دماغي اصلا خالص انت عمل عليك وحارب لحد ما ربنا يجبها لك اه ايه المركز اللي انت بتحب تلعب فيه اوه ضمن المركز الكتير يعني او انا غالبا انا لعبت باك رايت اه وستة وتمانية صح اتها تلق يعني الحمد لله ربنا كريم اننا بقى ادي فيهم كويس صح انت بقى اللي بترتب احب بلعف ونص الملعة بحب المشاكل بصراحة اه ستة بقى ستة اكتر من تمانية يعني اذا بتحب المشاكل يبقى ستة بتحب بقى ويكمل يعني ما تسيبوش بقى بحب اشتغل في كل حتة مين اللي عابلته فيه شبه ده اللي عابلته فين يعني العيب عابلته او واجهته كان فراق كده في الملعب العيب فراق في الملعب اللي هو انت قلت ده بتاع انا بقى خلاص بقولي لا وفيه ناس كتير والله اه فيه ناس كتير واي حد بشوفه مميس الفرق تاني على ما بسيبوش زي مين اقولي حد بس من الاهلي والزمالك اهلي والزمالك يعني امام عشور طبعا اه اه امام عشور فيه دونجا دونجا دايما انا هو اه 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 الناس المميزة دي بحب اقرب منها بصراحة اه ما سيبوش يلعب براحته اللي هو مش هبعد ما سيبوش يلعب براحته اه اصفي لعبي توصت يقولك ايه لو قدامي لعيب مثلا جامد كده قبعد عنه باللزازة كده لا لا ما ببعدش اه لو سيبتو ممكن يأزيني اه يعني يأزي الفرق لا انا هقرب منك وهرخم عليك وهتعبك هتعبك جدا طيب عمر نفس الحكاية اللي كنت بقولها للأحمد فكرة انه اكيد كل لعب بيلعب كورة دي بسو يلعب لمنتخم مصر فكرة انا موجود عبدك يعني في اوقات كتير ده بتخليك تبقى عايز في اي لحظة تفكر تقول ايه لا انا محتاج لعب اساس عشان انا شايف ان منتخم مصر في اسماعي جديدة بتنضم فانا عايز اروح لمنتخم مصر طبعا طبعا انا كنت بتمنى يعني كان في فترة هي في الدور الاولاني ده اللي عبتي فيها يعني يعني كان في ترددات الاسم اللي احنا كان ممكن يبقى فيه فرصة يعني بس طبعا يعني مفيش نصيف يا بس انا كنت اتمنى يعني بصراحة يعني يعني قلت كنت متوقع انا بالنسبالي لحد من الفرق عندنا كان ممكن يبقى موجود فبصراحة يعني طبعا احنا كلنا في ظهر المنتخب مصر طبعا فده مفيش كلام طبعا على كده بس كنت اتمنى حد في الفرق عندنا يبقى ممثل يعني في المنتخب عندنا مين الحرس اللي انت بتحبه اوه في الدولة المصرية في الدولة بغض النظر يعني مش شرط يكون اسم اداؤه يعني اوه اداؤه يعني انا بحب مثلا بحب اصرار الهاني سلمان بصراحة يعني هاني اكبر مني بشوية بس انا بحب اداؤه وتمرينه يعني انا عشان عارف بيتمرن ازاي بحب الهاني بسام بيبقى ماشي بفترات يعني فترة كبيرة بيبقى ماشي شكل كويس يعني بما انه جديد علينا في الدولة المصرية او في الكرة المصرية كمشاركة السيارة كيف اللي قدمه مصطفى شو بيه الفتر اللي فيها دي نا طبعا مصطفى يعني جون كويس يعني انا شايفه دلوقات اللي هو مصنف يعني ومن اللجوان اللي ممكن تساعد الفرقة باللعب بالرجل التحضير الكلام ده كله ده ده يعني متلاقوش كتير في اي جون يعني فانا بصراحة شايفه اللي هو هيروح في حتة ابعد من كده كمان احمد عايزة لك تلاقى في فرقه الان في زد الفكرة الان ده اللي مبقاش معاه جماهير فيه ناس تقولك والله هي ميزة للعب انه ما بلعبش تحت ضغوط كبيرة جدا طول الوقت الجمهور وفيه ناس تقولك لا اللعب يبقى عايز جمهور طول الوقت فاللعب من غير ضغط ده بيأسر عليه سلبان انت منعني نوع لا او انا يعني انا بحب بحب الاتنين بصراحة عايد انا عايزة لعب ديني الكرة وصيبنا لعب اوقات الجمهور ده بيبقى دافع كبير لك ان انت عايز تفرح ناس كتير وفيه ناس جمهور شعب في ظهرك فانت بتبقى عايز تموت نفسك ان انت طبعا تسعد الناس دي وتفرحهم انما بالنسبة الاندية بتاع الشاكاتي مطلوبه برضه عشان هي محتاجينها هاني طبعا يعني زودة المنافسة والحالة الحلوة دائما انا ضد فكرة انه يقول لك لا لا عايزين كله اندية جماهيرية لا مش لازم الشركات لا الاتنين بيضيفه الوقت الاتنين مطلوبين طبعا الاتنين مطلوبين وفيه لعيبة طبعا يعني بتلعب في اندية شركاته ومستنية الاندية اللي هتلعب يعني هتلعب فريق جماهيري فيبقوا مستنين هيلعبوا اهلي وزمالك لا ده الاستاذ كله هيبقى مليان لا ده انا هبقى كويس النهار ده فيه ناس بتحايد بتلعب في الاجواء دي طبعا انتو عندوك سوق حظ مش طبيعي يعني فيه مولات كتيرة ضعت في اللحظات الاخيرة سواء بقى خسارة او تعادلات ايه اللي بيحصل في زد في اللحظات الاخيرة اه لا هي الفترة دي كانت فيه سوق توفيق غريب يعني احنا كنا محتوطون فيه اه يجي في الداية تسعين كنا بصراحة هنبقى قلقانين جدا يعني حاسين اللي ممكن يخش فيه ناجون في اي وقت اه فطبعا الفترة دي سيطرت علينا مثلا ثلاثة اربع مطشوط بس طبعا مع الوقت وطبعا اللعيبة نتكلمنا مع بعض وكبات الفرقة تكلمت والكلام ده قلنا لازم في اول ما تيجي الداية تسعين لازم نركز نعدل سوق التوفيق ده بحيس اللي احنا يعني نرجع للنتاج الإيجابية اللي احنا اللي هو ما تتحول شعوق ده اه ما تتحول شعوق ده بس الحمدلالله يعني مع عادت شهيه تلات اربع مطشوط والحمدلالله لرجعة النتايج طبعية تانية احنا لو فيه مطشوط فعلا لو كنا اخدناها كنا زمننا مسلا من مركز تاني بفرق ابناط كمان بس الحمدلالله عز قلنا كنت باجي هنا تتكلم اقول يا جماعة الفرقة دي ما فيها حاج غريب تكونت ماشين كويس جدا 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 بفجأة اه 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 دريئ الاولان كمان تخسر في اخر دي يعني حتماحادل في اخر دي يا عزيز فالحمد لله ربنا عوضنا برضو بكذا مطش اللي احنا اكسبه البلدية والجونة برضو فرقنا روحنا في حتة تانية فكون برضو احنا ان شاء الله نفسنا الفترة اللي جاية اللي احنا يعني زي ما قلتلك اللي احنا يعني نروح مربع زهبي حتى لو ما شاركناش في افريقيا ده تارجت لنا اللي احنا نبقى موجودين في المربع ان شاء الله عظيم احمد ايه المباراة اللي عدت عليك السنة دي مع زيد صعبة جدا حسيتها كانت تقيل اوة على الفريق مباراة صعبة بالنسبة لنا واحنا كل المباراة كل المباراة بالنسبة لنا كاس بس حاس ان انت الفرقة مش في حالتها فالمباراة المباراة صعبة وقت في كل الفرقة في العالم بيبقى فيه يوم مش بتاعهم فانت يبقى نفسك المباراة تقلص اخلاص بقى عشان احنا نشي انا بالنسبة لي ممكن مطش الاسماعيلي مطش الاسماعيلي مطش الاسماعيلي عشان احنا كنا في سلسلة تعدلات وزي ما كنا بنقول اللي هو سوق التوفيق ما كانش سوق الحظ ماشي معاكم؟ ماشي موجود أصلاً والدنيا كانت بايزة معانا ولقى بيجي فينا جهال ماتش الإسماعيلي ماتش إسماعيلي كنت عايزه أول ما جبنا جوليل ماتش يخلص نخرج من الماتش عشان نفوق من اللي احنا فيه احنا شغالين كويس والفرقة كلها شغالة كويس جداً بس مفيش توفيق فماتش الإسماعيلي ده لما كسبنا الماتش احنا تنفسنا لما فرقة تنفست لقى الفرقة راجعت تاني تلعب كرتها باللعب بلدية في بلدية بنكساب 3-0 باللعب بجونا بنكساب بجونا 3-0 صح لأ الفرقة التاني خلاص ماتش الأهلي مثلاً فاكروا كويس انه الأهلي جاء يسجل في ديها 89 تقريباً ده في الفوز كنتم حافظين انتو على التعادل بس اليوم ده الفرقة مكانش في حالتها وكانت المايد حتى بيقول ان احنا مكناش في يومنا ماتشاط اللي احنا ما ليه بقى يا سعيد لا مفيش ممكن تبقى مثلاً يعني ضغط على اللعيبة اللعيبة برضو ما كانتش في حالتها اليوم ده كنا على أقل عايزين لو ما كناش خرجنا واحد سف كنا نتمنى اللي احنا نخرج بنتيجة إجابية اللي هي تعادل بي بس طبعاً برضو كان دي من الماتشاط اللي احنا اتخاطفت مننا في الدهاء الأخيرة برضو كنا يعني في فترات في المباراة كنا اللي احنا كنا بنستحوز والكلام ده بس يعني برضو كرة اتشاطت دخلت الماتش خلص صح صح يعني الحمد لله يعني صح طيب احنا لسه بكاملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل هذا الحوار الممتع جداً خليكم معاك يعلم بحضراتكم مرة أخرى لسه بشرفني نجمي فريق زد أحمد صغيري وعمر حسام أحمد عايز سألك امتى نشوف فرقة زي زد مثلاً مش بس بتفكر في المربع الزهبي اللي لا اتنافس على الدوشي يعني دايماً لما كنا بنفرج على كرة عالمية ونقعد نفرج على زي المعاجزة بتاعة لستر سيتي في 2016 في الدولة الإنجليزي اللي هو فرقة من لا شيء مش من فرقة اللي هي تاريخ كبير ودخل كسبة بطولة امتى بقى ممكن زد يعمل بحظوظ ان هم ممكن يقدر يكسب بطولة لا اوه مش صعب مش صعب مش صعب خالص اه لو لو انت عندك تارجت وفيه إدارة في دهرك ومختار لعيبة كويسة انت تقدر تكمل بيهم لحد نهاية الموسم ممكن تعمل ده هو صعب لأن السبات في الكرة هو أصعب حاجة ان انت ممكن تكسب ماتش اتنين ثلاثة لا السبات في الكرة أهم حاجة فممكن فرقة توصل لده ممكن فرقة تعمل ده ممكن احنا نعمل ده يعني ان شاء الله هو انت بتبقى لسه صعب دوري ممتاز الموضوع بيبقى مختلف وصعب جدا انت عايزت تثبت نفسك في الدوري ممكن تقع ممكن تقف أهم فترة وانت بتقع ما تخسرش ايوه ما تخسرش كلها ذا اللي بيعمله بيرامدز في الفترة الأخيرة يعني السنة دي تحديدا بيرامدز انه هو بيرامدز قادر يوصل المنافسة عشان هو حتى في أقل مستوياته في بعض المباريات بيقدر يكسب بالظبط انت ممكن انت ممكن البونت ده اللي انت ما بتبقاش عايزه ده ممكن يفرق معك في نهاية الموسم صح في مربع او انت تستاه تربيه انه مش مشكلة بالظبط في موسم بيرامدز تعادل 18 او 19 مطر صحيح كان في المربع اه فالثبات في الكورة وان انت تقدر تجمع النقط على قد ما تقدر ده اهم حاجة ومش صعب الحتة او الجزئية الجمهرية دي نسبتها قد ايه في فرص مسلا فرقة زي زد انها تقدر تنافس على الدوري يعني مثلا انت عندك ادارة كويسة عندك جهاز فاني محترم عندك لعبين كويسين لو قسمناهم نسب الجمهور نسبتها قد ايه وممكن ازاي تخطى هزي النسبة فلي زد ويكسب بطولة مثلا انا انا شايفها بالنسبة لي 50% 50% اه طبعا نسبة كبيرة الجمهور ليه دور كبير جدا في اللي انت تاخد بطولة او او مسألة التحفيز والكلام ده دي انا شايفها بقى اللي انت بتعوضها بكوالة اللعيب نفسه يعني كوالة اللعيب هو اللي يفرق في الحتة دي يعشان خاطر يعني انت بتحط حافز لنفسك مش مش مسألة فلوس خالص او مسألة اللي انت مثلا في مكان مستقر او كلام ده لا انت حاطد يعني كل اللعيب مثلا في الكائن اللي انت موجود فيه لازم يبقى حاطد تارجت لنفسه لا اللي انا ممكن اصدق اللي انا ممكن اخد دوري او اخد كاس او كلام ده وده بصراحة اللي احنا يعني متكلمين مع بعض يعني برضو كابتن ماجد متكلمين اللي احنا ليه لا اللي احنا ما نوصلش للكاس في حتة بعيدة اللي احنا مثلا ممكن نروح لقابل نهائي نقابل اللي هيوصل النهائي او الكلام ده يعني احنا برضو ما بيننا ومن بعض اللي احنا بنتكلم في الحتة دي اللي احنا مطش الداخلية اللي فاد صعب اه بس برضو عشان خاطر اللعبة عايزة او اللي احنا نروح في حتة بعيدة في الكاس حطين هدف لنفسينا في موضوع الكاس اللي احنا ممكن احنا نعمل تارجت اللي احنا يعني بنلعب عالكاس اللي لأ يعني دلوقتي صحيح احمد عايز اتقالك على الحكام اش اتقالك على تقييمة الحكام انا قويسين انا مش قويسين عشان تفضل هنا تطلع هنا سالم غانم يعني بس بحيث انه اللعبة دايما تمام تعصابها على الحكام وقت المباراة وانا بفرج على المبارة بقول اكيد اللاعب ده وبعد ما هيخرج من المبارة هيقول اوه ما هو الحاكم كان نهدي القرار صح بس انا اللي بتعصب وقتعش احنا عندنا الادرنالين العالي شوية بيجي لك الاحساس ده وبعد ما بتخلص بتقول لا ما كانتش مفهود اتعصف في اللقطة دي وكانت هي فاول فعلا وغلطار دي فعلا هي بتحصل كتير ايوة ومع كل اللعيبة طبعا انت في المتش بتبقى مضغوط ضغط عصبي وممكن تبقى مجهد ممكن ما تبقاش في حالتك ممكن يبقى دي يوفي بالنسبة لك فانت خلاص بقى انت ممكن تقول ده الحاكم ده وحش جدا بس هو عادي هو ماشي كويس بس انت مش حاسب نفسك الشطرة في اللعيب اللي يعرف يتحكم في نفسه في المتش لان فيه لعيبة ما بتقدرش تخرج برا المتش برا تركيزها ممكن يضطرد الشطرة ان انت تبقى مركز طول 90 دقيقة انت بتعمل ايه بتتعامل ازاي مع الحاكم سهل جدا الحاكم ده يطلعك برا المتش لو انت كل شوية تقعد تتكلم معي لا اول صح ان انت تبقى متحكم عارف انت بتقول ايه عارف انت بتعمل ايه ومركز في المتش انت لو مركز في المتش ابنش هتتكلم مع الحاكم خلاص اصلا صحيح طيب احنا متفاكين كلنا انه الاخطاء التحكمية جزء من اللعبة وانه الحكام بيغلطوا زي ما اللعب بيغلط وساعات الحاكم مبقاش فيه مستوية زي ما اللعب مبقاش فيه مستوية بس ايه المباراة دي انت حسيت انه كان فيها خطأ طبعا غير مقصود من الحاكم هي اللي خصرت زد المباراة مباراة يعني قريبة يعني اه يعني انا شايف مثلا ممكن لو ما فيش خلاص مش تازين بقى في خطأ اه لا انا بفتكر معاك اه ان شاء الله انا بقاش فيه اه لا اه بش في دماغ ديوقتي بس احمد شاكله فاكر حاجة بس بصلك بصلك بص اه فاكر ايه ماش تخنينها فيه ولا ما انت مشكلة انا بصراحة يعني انا بصراحة بحبش اقصر الحكام بصراحة يعني انا بحبش ارمل اللو مع الحاكم يعني اه يعني انا شايف اللي هو ممكن وارد اللي هو يخطأ والكلام ده بس انا شايف الناس بتهاجم على طول مبيش يعني لحد دلوقتي مش شورتش حد بيطلع مثلا يعني حاكم يعمل ماتش كويس محدش مثلا بيطلع يقول يستسنى على الحاكم ده صح صح عمر فانا بصراحة يعني مش عايز اقول ماتش ايه او مش ماتش ايه انا بصراحة من نوع اللي انا بتعطف معاهم يعني نروح في حتة بعيدة و واحنا برضو مش عندنا حكام مش وحشين يعني في حكام كويسين ومميزين يعني بصراحة مين الحاكم اللي اول ما بتلاقيه في النتش ده دي اخ خبراء بيط شكله حاكم يعني قوي عنيف يعني اه يعني مش حاكم ساق يعني حاكم اللي هو قوي صالم اه حاكم وليد عبدالرازي كابتن وليد عبدالرازي اه وليد عبدالرازي دايما لو توقفت كابتن وليد هو اللي وقفني اصلا على طول اللي هو لازم يلوح على طول في في زيق وفي دوت وفي حاجات كده ما تكلمش معه اصلا لا بس هو حاكم كويس بصراحة طبعا بس في حكام في العالم كده مشهورين ان هم يعني ما بيهزروش في الحاجات دي دا انا بقعد اهزر معي الحكام معايدك بتهزر معاه مين هزرت معاه اخر مرة اخر مرة كابتن حمد الكلاوي اه كابتن حمد الكلاوي قطوله ايه اصلا وانا جنبه بلعب كرع ولد مش بيهزي هزر معاه في الماتشوات انا بقعد اتكلم معاه بصراحة يعني كابتن حمد عسل انا بحب الحكام اللي دول اللي هو بيعرفه يعمله عضافة جيدة مع اللاعبين وفي نفس الوقت هو راجل بياخد كهاراته بصراحة بس بقى ممش حاكم انا ياسف يعني اللي هو انا جاه تأتقل عليكم لا 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 في كده برده اه في ناس ما بتعزرش خالص اه ما بتعزرش خالص ده ما اصلا ما بمبصلوش ده احنا بمبصلوش عامل مين بيعجبك من اللاعب الوسط في الدول المصري حب تفرج عليه وتقول الراجل ده جامل جدا امام عشور امام عشور ليه بقى بيعجبك فيه بحب امام 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 كراته كلها في كل التوقتات صح امم هو ده اهم حاجة ده اهم حاجة مش متسرق برد جدا اه الحاجات دي بتفرق في الملأ عاقل يعني كراره اه كراره صليم 100% اه اهم أه عامل انت مين من الحراس تاريخيا بقى اللي انت بيتحبهم جدا او يعني كانو بالنسبة لك اللي خلوك مسلا تحب تبقى مركز الحراسط الموع طبعا اصام الحاضرير طبعا اه ده بالنسبة لي رقم واحد ده بلنسبة لي رقم واحد في اي حاجة مانت زي عصام يعني كبت العصام طبعا فكرة التملين والشغف والده اه لا هو متعود بقى وهو ما شاء الله هو مداش فرصة الحد يعني هو على طول رقم واحد ومكمل وهو مداش فرصة الحد آخر حاجة عيسألكو على واحد بحبه ودن يعني أنا عافيت لكي ده هتقول له عنه كنم كويس يعني زي ما أنا هقول كنم كويس كابتن وليد صلاح الدين بتعمل معكو زي كابتن وليد ده عسن طب عطس كابتن وليد من الشخصات اللي حلوة قوي بيتكلم معنا دايما بيحاول يضيف للعيبة يعني لو لعيب راح اتكلم مع كابتن وليد هتستفاد هتستفاد هيتكلم معك هيقول لك كل مواقف الكورة وكل مواقف بره كورة كابتن وليد بصراحة دايماً في ظهرنا وبيتكلم مع لعيبة كلها وبتكلم ان احنا نوصل لحتة كويسة بصراحة هو كابتن مجد عبدالعاطي يعني بيأثرش معنا في أي حاجة بصراحة هوا بصراحة كابتن وليد يعني بيحاول على قد ما يقدر يبسط الدنيا ما بيحبش اللي هو يعني يعمل يحل المشكلة بأسرع وقت ممكن فده بصراحة بيساعدنا وطبعا بيحللنا حاجات كتير جدا في النادي وبيحاول على طول يعني بيبقى فصبرت لنا على طول بصراحة وبشكره من خلالك وأهم حاجة طبعا لا أقول لا أولا أنا كان يبقى عندي استود في الكابتل وريد بيبقى فرح بالنسبة لي حتى النهاردة أنا أكل أكل حلوة بصراحة بتبقى آخر واحدة كانت إيه؟ لأ كانت عزوما جامدة كبيرة كان فيها هبطة وحاجات حلوة صرفتوني ونورتوني ونورتوني وشرفتوني هنالك يا رب كل التوفيق أحمد هنالك يا رب كل التوفيق بشكولك شوف حبيبي يا ربي خليك هلستم كاملين مع زد زي بيننا أحمد المصري عمل أيضا لقاء مع النجم مصطفى سعد ميسي شكرت اللعيبة العظيمة ديت وأيضا أشكر حضراتكم كمان واسبكم مع أحمد المصري ولقاءه مع مصطفى سعد ميسي واشوفكم يا رب على الأفخير زميل عزيز كريم رمزي برحب بك طبعا وبرحب بكل مشاهدي رقم عشرة في كل مكان ولقاءتنا الخاصة النهاردة معنا لقاء مهم جدا جدا مع واحد من النجوم اللي تقلقت في الدوري المصري البداية مع نادي سراميكا ثم الانتقال إلى النادي الأهلي ومنه إلى سموحة والآن هو واحد من نجوم نادي زد هو النجم مصطفى سعد ميسي مصطفى في البداية برحب بك وبنقل لك تحيات زميل العزيز كريم رمزي حبيبي ربنا خليك منهورني وتحياتي للكابتن كريم تكلمني بقى عن التجربة نفسها والأداء اللي بتقدموهم معناها لزد في الدوري الموسم ده والله أنا يعني الحمد لله أولا يعني كل ده بفضل ربنا طبعا ثم يعني يوم منظومة نكحة ومتكاملة وبيوفروا كل حاجة الصراحة من أول يوم قعدت مش عايزة أنسى حد مع كابتن سيف مع مستر هيسم مع كابتن مجدي مع كابتن ولي كل الناس صراحة مجلس الإدارة بالكامل كل الناس صراحة محدش بيأثر من أول يوم لحد النهاردة محدش أثر معنا بحاجة دايما ما فيش ضغوط ما فيش أي ضغوط على اللعيبة فهم كمان جمعوا مجموعة لعيبة هيلة يعني لو بصيت في الفريق مش فريق للصائد طبعا ده اللعيبة كلها عندها خبرات اللعيبة كلها عندها إمكانيات فالحمد لله إن إحنا قدرين إن إحنا نحط الفرقة في المكانة اللي هي فيها ونقدر نحافظ على ده إن شاء الله توقعت أن أنه أنت تبقوا من أول المسابعة لحده تقريبا ما بين الأول التاني التالي توقعت النتائج والأداء ده أه أكيد طبعا لأننا لو ما كنتش متوقع ده أو ده اللي أنا برتب له أو ده اللي أنا بحضر له ما كنتش هبقى موجود وسط الناس والمجنوع عاديا بس من أول السنة ومن أول قاعدة مع الناس وهم بيجيبوا لعيبة أسماء كبيرة زي ما أنت بتقول كلهم نجوم لعيبة كلها عندها سيفي قوي جدا لعيبة كلها متمرسة في الدوري فكان خطتنا كلها إن إحنا نوصل اللي إحنا فيه ده كلمنا عن ماتش الزمالك وفكرة إن أنت تفوز على نادي الزمالك قدتكم ثقة في نفسكم كانت دفع عليكم بقى لإحنا نقدر نكسب الأهل ونكسب الزمالك ونكسب برامنز لما ما النفس المباريات دي بيبقى لها ناحية أيجابية شو أعليكم كلعيبة؟ ماتش الزمالك أكيد طبعا ضف لنا يمكن أنا ما كنتش موجود مع صحابي بس هم عملوا جيم كبير قوي وفعلا الماتش ده فرق معنا جدا ونظرة الفرق كمان اختلفت لنا تماما يمكن بعد الماتش ده كمان فرق معنا جدا وثقة اللعيبة بتزيد في بعض بعد الماتشات دي طبعا مكسب زي فريق على فريق زي الزمالك مكسب مهم جدا مباراة الأهلي كان لها الحسابات دي في دماغك بصراحة قبل الماتش ممكن أكون بحب نادي الأهلي جدا أحب نادي الزمالك جدا بس عمري ما هطلع أقول أنا بحب النادي ده جدا أو النادي ده جدا إلا لو أنا بطلت كورة خلاص ساعت هقدر أن أنا أقول ووطلع على التلفزيون وأقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا إنما طول ما أنا شايلت شيرت نادي زيد دلوقتي أنا بحترم نادي زيد وأنا بنتامل نادي زيد والفضل الأول والأخير هيبقى الزيد والانتمائي الأول والأخير هيبقى النادي زيد مصطفى الدوري شايف الأمور اختلفت في المنافسة في مصر والله أنا شايف أن الاختلاف بقى جي الأول من مجلس إدارة أي نادي ثم جهاز فني ثم لعيبة لأنها بتيجي تدريجيا أنا لو كمجلس إدارة داخل عايز أكسب مطش نادي الأهلي نادي الزمالك نادي بيرومد بأنه وآخر سنتين ثلاثة بيقدم معروف قوية هينقل ده الجهاز الفني الجهاز الفني هيبقى بالنسبة له مطش الأهلي والزمالك وبرومد هو داخل ياخد ثلاثة بونط إحنا شغالين في زيد مثلا إحنا عندنا نادي الأهلي زي نادي الزمالك زي أي نادي في الدور إحنا داخلين هنلعب المطش هناخد ثلاثة بونط مش هننزل عشان خاطر نقطة أو هننزل نخسر خسارة مشرفة مفيش خلاص الكرة التورد شوية في مصر من ناحية الحتة دي إن انت عادي ممكن تلاقي آخر فرقة مثلا مطش البلدية والنادي الأهلي المطش بيخلص في الديئة 96 كان وارد البلدية هو اللي يكسب كان وارد المطش يخلص تعادل فكل مدرب ومدرب يعني فرقة البلدية محترامي طبعا ليهم الكامل ومدربهم طبعا مدرب كبير وعد لو بصيت قبل للمطش هتقول لا النادي الأهلي هيكسب فرق إمكانيات فرق كل حاجة بس كورم فاشكت كسبت الزمالك وخلاص فاضل الأهلي من دقتين وتتعادل مع الأهلي والأهلي بيحرز هدف في اللحظات أو في السواني الأخيرة حسيت به في الوقت ده زي ما قلت لك هي تفصيلة لو خدت بالك الجنج إزاي غلطة تشتيدة من مدافع بالضبط قالش دخل الجنج خلاص طبيعي زي لو كان حصلنا حيات تانية لو كنا احنا استغلنا فرصة من اللي جات لنا أو حصل أي غلطة وإحنا استغلناها كان الموضوع هيبقى لحكس المكسب لنا التجربة الأقصر لكن خلينا نكون صراحة نهاية التجربة الأهم في حياة مصطفى سعد ميسي لأن التجربة انت رايح نادي بتحبه نادي من صغرك كنت نفسك تبقى موجود فيه وهي تجربة النادي الأهلي مصطفى بصراحة اتظلمت في الأهلي؟ آه طبعا أنا ما خدتش فرصة خالص رغم أن الفترة اللي أنا كنت فيها كان تسمح أن أنا أخد فرصة بس أنا من حظ الوحش أن أنا برضو جيت في فترة فيها تغيير في النادي الأهلي في الأجهزة الفنية ومع وجودي في المنتخب لفترة متتالية كل شهر في تجمع منتخب في معسكر كبير عشر تيام أسبوعين فده فرق ولما رجعت حسيت أن الكلام أن أنا لسه صغير وأن أنا لسه بدري فأنا حسيت أن الموضوع هيبقى صعب علي أن أنا أكمل وفي نفس الوقت كان مستر كولر يكلم معي أن الموضوع برضو أنه عنده أولوية في الناس اللي بدأ معا من أول الموسم وأن أنا لسه داخل عليهم فاستنيت فرصتي لمدة بس حسيت أن هي لسه بعيدة أو يعني قليلة جدا أو كانت تكون ضئيلة يعني فحسيت أن أنا مخرج وكمل وأفضل في الملعب ده هيفرق معايا زعلت أن تقريبا كل المجموعة اللي كانت معاك حتى شادي حسين زميلك اللي كان جاي معاك من سيراميكا خدوا فرصتهم وإنت لا والله يعني ما عرفش أنا يعني مش عارف مش عارف مش عارف أكلمك عن حد مثلا أو شادي ممكن أقول إن شادي مثلا بس مش عارب برضو شادي خد الفرصة كاملة ولا لأ بس لا قدر أقول شادي العيب كبير وممكن يكون برضو تظلم لأن هو جي في فترة تغيير أجهزة فنية برضو لكن أنا عن نفسي أنا مزعلان لأن ده تدبير من ربنا أنا خرطت الحمد لله عملت نص موسم هاي المعسموحة والحمد لله ربنا كرمني وكرمني بإقدارة زي نادي الزد وجهاز فني محترم ونادي محترم نادي متكامل بكل حاجة قدرت أن أنا أظهر نفسي تاني للناس والحمد لله الواحد بيشكر ربنا أن هو بيظهر مع كل الفرع اللي هو بيروح يلعب معها بشكل فني كويس وثابت وإداء مميز مصطفى أنا هقول لك حاجة بصدقها بس نزعلش مني ودي كان اللي بتقال أسناء وجودك في النادي الأهلي كان فيه كلام بيتقال إن مصطفى خلاص أنا عارف أن أنا مش أقض فرصتي مع النادي الأهلي وأن أنا مليش مكان في النادي فكني أقوله أن أنت كنت بدأت تبقى كسول شوية في التدريبات بقى طموحك بيقل حسيت أن أنت خلاص بقى أن بتقضي وقته هيخلص الكلام ده كان صحيح؟ مستحيل ما كنتش هجازف وروح الفترة ما كنتش بتلعب بقى زي النادي الأهلي لا أنا أنا ما روحت النادي الأهلي حصل لي إصابة في الأممية فقعت شهر كمان فأما رجعت بالعكس أنا منزلت التمرينات حسيت أن الراجل غير فكره تماما فيي وأن أنا مش لعيب صغير لسه بالعكس أنا قدير تثبت نفسي في التمرين حتى كابتن سامي أمصان كان دايما يعني هو ممكن أكتر واحد كان بيجي كلم معي الفترة دية هو كابتن سيد عبد الحفيز طبعا بس كابتن سامي بالأخص كان بيجي كلم معي كتير يعني وقل لي أنت لعب كبير وهنا في النادي الأهلي أنت بتستنى دورك أي أن كان لو جي بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة وأنا وأنا داخل النادي الأهلي كنت عارف حاجة زي دي بس أنا عقليتي ما قدرتش تستحمل لما صغير شوية أنا مش بناء أدم صبور وخصوصا في الكرة أنا لما قلت لك أنا ضحيت بكل حاجة من صغري عشان خاطر الكرة فأنا الكرة بالنسبة لي هي نفس يعني مصدر كل حاجة بالنسبة لي فحسيت أن أعادي ده هيئزيني وخصوصا أن أنا عندي كان عندي 21 سنة تقريبا وجاي بلعب وأنا مش عايزة تنسي بدري مش عايزة يتقال علي لعب بالجوم النادي الأهلي وتراكنوا وخرجوا أعراب ما حبيتش أن أنا تحط في الحتة دي أنا حبيت أن أنا أفضل في الصورة أفضل الناس كلها شايفاني في الملعب حسيت أن ده هيفرق معايا وخصوصا أن أنا بتمنى من ربينا طبعا أن أنا أحترب برا ده هيفرق معايا جدا طبعا لأن أنا من قبل ما أروح النادي الأهلي كمان وأنا نفسي أو هو الهدف بالنسبة للأول أن أنا أحترب برا لما جالي طبعا النادي الأهلي ما ترددتش لأن النادي كبير وجوه ما حصلش نصيب ان انا اخد فرصة وان انا اقدر اثبت نفسي بس الحمد لله انا دلوقتي في مكان احسن من اللي انا كنت فيه في الحالة مثلا اللي انا كنت فيها بس الحمد لله انا دلوقتي في مكان يعني لحد ما خلاص يعني مكان مختارم ومكان تبير صراحة اه بقيت نفسيا احسن كتير من انا اكون قاعد وكده نفسيا كان هيأثر عليك كتير بس بتبقى مبسوط ان انت بتتحدى نفسك دلوقتي والناس تتكلم جمهورية ليقولك احنا خسرنا مصطفى ميسي اكيد طبعا بيفرق مش كسة خسارة كسة ان الناس شايفاني مش بالعين اللي انت قلت عليها اللي هي من شوية وانت بتسألني الناس كتب تقول ان انت بتكسل لا انا كنت بسارع ان انا الناس شوفني بنفس العين اللي هي شافت بها اللي عيب دوا وهو بيكمل كمان مع النت ده عشان يعرفوا ان انا مثلا ممكن يكون اتزامة ما اخدتش فرصة كاملة ما اخدتش الفرصة اصلا عشان واقدر ازبط لنفسي كمان ان انا استحق ان انا العب واستحق ان انا كنت اخد فرصة مع الاحترام نادي زد وانت نجمي في نادي زد والعلاقات حلوة بين الاهلي وزد لو جات لك فرصة ان انت ترجع النادي الاهلي تاني هتوافق انك تروح الاهلي تاني ولا هتقلق وتخاف هو محدش بيرفض النادي الاهلي وفي نفس الوقت انا على زمة نادي زد وانا يعني باكين كل اللي احتراموا التقدير للمنظومة زد بالكامل وانا ما اقدرش ان انا احكم في حاجة زي دي من خلالهم اي حاجة من خلالهم طبعا انا بالعكس انا هم لو جم قعدوا معايا وتكلموا معايا في حاجة زي دي هقولهم من اللي انتوا شايفينه اصلح ليا لان الناس دي بتحبيني شخصيا قبل قراويا وانا نفس الكلام فالعلاقة قسرية دلوقتي فالموضوع زي ما قلتلك هيبقى بالقاعد سوا احسن لايك في مصر بالنسبة لي محمد عبد المنعم عشان مستوى ثابت بقاله اربع سنين او تلات سنين محمد عبد المنعم من اكتر لعبة اللي باشوفها بتشارك باستمرارية اداء سابت باستمرارية عنده تجديد للمنافسة بينه وبين نفسه اتمنى ان هو كمان يحترب برا كسر الدنيا شكرك مصطفى شاركتنا في رقم عشرة وكنا وبسطين بجد انا من اللقاتي الحلوة بصراحة اللي انا عملتها ربنا خليك شاركتنا ونورتنا في رقم عشرة باتمنى لك التوفير مع زيد المنظومة المحترمة والمحترفة باتمنى لك التوفير مع منتخب مصر ويلومبي في باريس ان شاء الله وان شاء الله نشوفك التاسة صغير وان شوك ان شاء الله في اكبر الانداف اوروبا ان شاء الله امين يا ربنا حابب ان انا اشكرك وكنت مبسوط جدا معاك ويعني من اللقات الجميلة ويمكن انا مبظهرش كتير بس انت من الناس اللي اعمى عزة وبشكرك طبعا على اللقات الجميل ده بشكرك مصطفى مصطفى لعيكي بالقاوي بس لسه مطلعش الحاجة اللي عنده كنت نفسي تتفرج عليه وفي الناشئين مصطفى كان بيعمل كل حاجة بدايته كان في الشرطة بعد كده سيراميكا اشتريته بعد كده تقلق مع سيراميكا اول سنة وتاني سنة خد هدف الكتاعات وبعد كده جب اللهم صلى على كامل نور النبي تحط في الكائمة في الفريق الاول وكان بيقعدوا يطلعوا بقى مع كل فرقة اعلى شوية بشوية بشوية والله هو نادي الاهلي نادي كبير يعني كلنا الحمد لله يعني كنا مبسوطين جدا بان هو راح النادي الاهلي بس ما يعني كل واحد بياخد نصيبه في الاول في الاخر ده نصيب سواء العب في الاهلي سواء العب في اي نادي فده نصيب في الاخر بصراحة مصطفى طول عمره من زمان هو العيب كرة ما شاء الله عليه يعني ربنا يحميه العيب كرة قويس جدا طول عمره بيعمل كل حاجة في حياته ليه علاقة بالكرة بينزل مع صاحبه لعب كرة بيروح هنا هنا بكل حاجة ليه علاقة بالكرة فطبعا مبسوط ان هو هو لعب كرة كبير ونجمه وتشرف بيفقايا حتى واسمه بالنسبة له شرف ليه في اي مكان وبيخلينا رفع رسي في اي مكان هو كان شعور حلوس صراحة بس كل ارزاله بناه وفقه في اللجاني هو لعب كويس اهو اشتركوا في القناة